تسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراء التوجيه الرئاسي جاء للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين وأشر الرئيس السيسي إلى ضرورة تنسيق الفوري مع السلطة السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشعر يتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين هذا وتقدمت رئاسة الجمهورية بخلص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأكدت التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الحدث المؤسف استشهد 14 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي لوسط وشمال قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن فلسطينين إثنين استشهد وأصيب 12 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي والبريك وفي مدينة دير البلح استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة فيما استشهد ثمانية أشخاص وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه تمت إعادة ربط الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني مشيرة إلى أن عمليات تسليم المساعدات قد استؤنفت وقال المتحدث باسم البنتاجون باترايدر أن جنود أمريكيين أعادوا تثبيت الرصيف المؤقت المتصل بشاطئ غزة مضيفا أن عمليات تسليم المساعدات استؤنفت خلال الليل ليصل إجمال المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة عبر الرصيف إلى أكثر من أربعة ألاف ومئة طن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ربما تزود كوريا الشمالية بأسلحة في إجراء أشار إلى أنه سيكون ردا مماثلا على تسليح الغرب لأوكرانيا وذكر بوتين أن موسكو تتوقع أن يشكل تعاونها مع كوريا الشمالية رادعا للغرب هذا وأضاف الرئيس الروسي أن كوريا الجنوبية سترتكب خطأا فادحا إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة لافتا إلى أن موسكو سترد على هذه الخطوة على نحو سيؤلم سول على حد قولي ذكر البيت الأبيض أن اتفاقية الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية والتي وقح زعيم البلدين تثير قلق الولايات المتحدة ولكنها ليست مفاجئة وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الاتفاقية علامة على يأس روسيا لأنها تحتاج إلى مساعدة خارجية في عملياتها العسكرية بأوكرانيا وأضف كيربي أن واشنطن تحدثت وحذرت لعدة أشهر من تنامي العلاقة الدفاعية بين البلدين وأتاحت سلسلة من المعلومات الاستخباراتية التي كشفت عن مساندة كوريا الشمالية لروسيا في عملياتها بأوكرانيا وحول نقلها لأسلحة لصالح موسكو أعلنت رومانيا العضو في حلف الناتو عزمها إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أنه سيعطي تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي الأولوية في إطار مساعدتها في الحرب ضد الغزو الروسي وأوضح المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني أن القرار جاء بشأن أن تواصل رومانيا المفاوضات مع دول الحلف خصوصا الولايات المتحدة بهدف الحصول على نظام مماثل أو معادل لحماية مجالها الجوي من جانبه رحب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي بما أسمه الدعم المستند إلى مبادئ من روسيا مشيرا إلى أن هذه المساهمة المساهمة الحاسمة ستعزز درع بلاده الجوي أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلقت أطلقات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين الحدود لفترة وجيزة وذلك في ثالث توغل من نوعه في يونيو الجاري كانت سول قد أدنت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقح زعيم كوريا الشمالية وروسيا هذا الأسبوع قائلة أنها تنتهك عقوبات الأمم المتحدة وقال المكتب الرئاسي أن أي تعاون يساعد كوريا الشمالية بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة قوتها العسكرية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة نهاية مجز التساعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومي